موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وعالم أسر والتقنية اتمنى تكونوا بخير وصحة وفضل حال دايما نعرف طبعا النهاردة هنتكلم عن شركة كينفين انا كنت شرحتها قبل كده وكنت عملها فيديو لكن شرحته لان كان فيه حتة كانت فيها اختلاف مبيني ومبين ناس كتير وتواصل معي مدير التسويق للشركة وقالي ان الوضع اتغير غير اللي انا كنت عليها النظام القديم فخير نتمنى ان النظام يكون دايما الافضل والشركة كينفين للي ما يعرفهاش هي شركة التسويق المسؤولة عن موقع او منصة أوليمب تريد طبعا أوليمب تريد لها ما لها عليها ما عليها يعني في ناس بتتدايق من موضوع تقييد الصفقات في ناس بتتدايق من موضوع مثلا مراجعة الحسابات دي حاجات هي الشركة عاملها عشان خاطر انها تحمي المستثمرين على حسن بكلامها وانها تحمي المصالحها في نفس الوقت فده الوضع الطبيعي اللي هما ماشيين عليه ولكن برضو هنرجع للطبيعة السيد احمد الخيارات الصناعية احنا مش هازين نشتغل على الخيارات الصناعية فكرة أوليمب تريد ان دلوقتي فيها عليها منصة ميتر ريدر يعني ممكن تشتغل عليها فوريكس وممكن تشتغل عليها كمان ستوكس اسهم وممكن تشتغل عليها فلوتشارتز اللي هو انك تشتري عود مفتوحة او تشتغل على عاملات رقمية فكل الحاجات دي احنا بنتكلم عليها بعيدا عن نقطة نقطة الخيارات الصناعية يعني احنا الهدف انك لو هتخش هتخش عشان خاطر الفوريكس والعمليات الاخرى ليس الخيارات الصناعية ولكن اللي هيخش خيارات الصناعية على مسؤولية ان هو هو عايز يسوق خيارات الصناعية هتفتح منصة خيارات الصناعية وهتسوق ان كينغ فين شغل على الخيارات الصناعية فدي حاجة ترجع لك انت شخصيا احنا مش ملزمين بها احنا بنقول لك احنا هناخد الجانب اللي هو يعني ايه فيه لسه كلام عليه مفيش فيه حرمانية كاملة دي النقط اللي احنا هنتكلم فيها طيب يلا يخلينا نخش كينغ فين كينغ فين و ايكيو اوبشن تقريبا نفس الخدمات معادة ان تقريبا ايكيو اوبشن لسه ما نزلهاش ميتر ريدر دي نقطة فيه فوركس عليها على المنصة المثالة لكن ما نزلهاش ميتر ريدر النقطة التانية بقى والمهمة جدا انك انت ايكيو اوبشن فيها هنا مفيش كابا هنا مفيش كابا فيه رفينوشير فقط انت بتاخد نظام رفينوشير ممكن يكون عمله كابا او لسه يعمله او فيه كابا للناس اللي هي انا ممكن يكون قراردي ميادة جدا ايكيو اوبشن فقط انا ممكن احدث او لدينا موقعت ان تخصصة عمله كابا ان تقريبا على المحتوى ايكيو اوبشن فيه كابا هنا مفيش كابا او سي بي اي طيب دي النقطة فا ليه اخترت كينغ فين مخترتش مسلا ان اقول للناس خوش وصجله على منصة ايكيو اوبشن افليت يعني انا ليه دلوقتي مش هقول يا جدعان تعالوا على اي كيو اوبشن افليت لب بساطة جدا لان اي كيو اوبشن افليت نسبة الشروط بتاعتها عالية جدا ورزلة يعني مش اي حد هيعرف تعم معها لازم لازم المدير بتاعكي وفق على الترافيك لازم جايب ترافيك منين لازم جايبه ازاي في حاجات كتير ممنوع ان كنت تشجع الناس ان تخش للسجن ممنوعا في حاجات كتير كده مكتفينك تحس ان كنت اعادل هو اي ما تتضربونه من انها احصل يعني انتو ما هسوها ازاي لكن برضو عندك ان اي كيو اوبشن في ميزة تاني ان فيها بانيرات كتير جدا موجودة للإستعمال مباشرة ومتبع برمجة على اتش تيم مال يعني انت بتاخد الكوت بتقوم لمن في الصفحة بتبسط البانير الزهر لكن هنا اه الموضوع محتاج شوية يعني ايه تقول يعني انك تعرف ازاي تاخد البانير وانك انت تتركبه فصعبة في الحتة دي اه دي برضو من ضمن العيوب اللي موجودة ما بين اه اوليمبي تريد ما بين اي كيو اوبشن ففي كل واحدة اللي هي مميزة فاحنا اللي هيخش ايكيو اوبشن او هيخش كينجفين في الحالتين انت هتستخدم نفس الكونسبت انك انت داخل تسوق بسوء للفوركس والستوكس ومع الى ذلك طيب الدافع بيبتدي لو انت عايز تقوم لعمل بتوعتك بوعد انت كيب من 10$ نقطة انت عشان تخش السجل بتخش على هنا هتقبرا المفروض طبعا login وهينا login المفروض انت جديد هت تخش على sign register ثم تدخل بناتك رجسر ثم تقوم داخله هناك كاتب افليات وفي انتروديوسنج بروكرز لا احنا هنختارها افليات هل شركة كينجفين بتكسب او او بتكسب نظام هتقول لي طب هي نظام ايه انا عايز اعرف ايه انا دخلت النظام الزمان كان انك كنت بتاخد ريفينو شير كل اللي بيعمل ايه بتاخد عليه نسبة على نسبة الخسارة ده اللي كنت انا فكره زمان لفترة طولة جدا لغاية لما مديرك تسوك كلمنا انا لا الكلام ده ده غاية مفيش الكلام ده او ما كانش احنا فاهمين غلط قالك في احنا بنشوف اللي بيتداول ده بيتداول بقى دي يعني نسبة الداول بتاعته ببقى ده الريفينو شير بتاعك عليه على اللي بيتداوله يعني مثلا ايه ده خلبي من الدولار ده كلامهم انا بشرح لك اللي تشرحني من الشركة دخل بمئة دولار احنا برضو نخش عشان الناس اخد ايه فكرة طيب دخل بمئة دولار مبداينا عشان بس الناس بفهمها انا موقف التسويق ما لفترة فالارباح دي مش بتاعتي دي ارباح حد كان مسجل من تحتي مش مسجل من تحتي كتريدر مسجل من تحتي كافليت دي ارباح حد دي ارباح اللي انا مسلمة من افليت ده حد افليت هو اللي بيسوق فانا ليا نسبة من التسويق بتاعه فده الارباح اللي بتخش لي بص يعني انا بتجي لي ارباح من غير ما اعمل اي حاجة ارباح من زيرو انا يعني انا موقف المنصة وعادي عادي مفيش اي مشكلة كنت بقالي فترة طويلة من الحساب بتاعي كان وقده احد الاشخاص اشتراه ولكن يبقى يعني اللي حصل انه هو فشل في التسويق فدي مش مشكلة احنا خلينا دلوقتي في الشغل اللي احنا منقونا عليه طيب فانا بكسب فلوس من زيرو يعني مجرد بس ان انا دخلت ناس تشتغل احالة فانا بكسب فلوس من الارباح بتاعتهم من زيرو طيب بيبقى عندك زي كده وعندك مثلا الماتيريال زي دي بتخش عليها بتختار منها بتاخد كوب لينك بيتقوم داخل وتقوم خاطط اللينك بتاعك في التسويق ادي طريقة من انضم الطرق عندك بقى البانرز دي الحتة اللي بقولك عليها اللي هي محتاج اي تركاية كده بينزلها لك عبارة عن صورة بينزلك البانر مكتوب عبارة عن صورة انت بقى عشان تعمله بتحط الصورة دي وبعدين تحولها لينك واللي يضغط على الصورة دي حولها لينك غير الاي كيو اوبشن اي كيو اوبشن بيبقى كود بترميعها على الطول في الاتش تيميل في الجافا بتقص تبص العيرة حتى على طول تحولت قدامك لينك لكن ده لازم تاخد الصورة تنازلة وتعملها تخطها كصورة في الموقع وبعد كده تعمل لها اكتيفيت انك كنت تعمل لها لينك بحيث اللي هيضغط عليها يبتدي يروح على الموقع او تعمل لها بقى انت جافا كد جافا وتصممه بمعرفتك فدي المشكلة بتاعت البانرات لكن عندك بعض ده الموبايل الموبايل اب عندك اللوجو عندك عندك برومو كود ودي حنتكلمنا عنه قبل كده البرومو كود انك انت لما حد هيخش يسجل عن طريق البرومو كود ده بياخد تلاتين في المية بونس فهي لو حط ادعم الدولار هياخد تلاتين دولار بونس ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتشجع يعني بتشجع الناس انها تخش تسجل معاك على الموقع وانك انت تقدر تتداول ويتحقق ارباح كويسة جدا طبعا انا انا دي فكرتي ان انا قلت للناس انا عايز الناس تخش تعمل افليات انا عايز الناس تخش تشتغل في الافليات لان الافليات هو اللي هيحقق لك مبالغ بدون مخاطرة بدون ما انك انت تخسر فلوسك كمتداول لكن انت كافليات هتقدر انك انت ما بتخسرش يعني انت بتعمل التسويق بتاعك كسبت كسبت خسرت خسرت فقط مجود او خسرت مثلا لو انت عامل حملة علمانية زيارة هي بتبقى العمالية الملمومة ولكن زي انا قلت لك الموضوع ان في ناس انا شفت بعنايا حساب احد الاشخاص من مصر 280 الف دولار عامل 280 الف دولار في شهر محقق 280 الف دولار يعني منتكلم في حوالي 3 مليون ونص في خلال يعني 3 مليون ونص في خلال شهر اه داخل الراجل محقق 3 مليون ونص جنيه داخل خلال شهر فمبلغ ضخم جدا هو مطال ما عملوش في يوم وليلة دي ما بدايا هو الراجل يوتيوبر وعنده قناة يوتيوب كبيرة وشغل باله كذا سنة يعني مش من بارح ولا من اول يوم فحاليا انا يعني وبالصدفة شفت الربح بتاعه ١٨٠٠ ألف دوار في شهر فده خير يعني ده يدل على ان مدى المجال مربح قد ايه اه في الاحالات ان الناس تتحول احالات ده حاجة كويسة جدا وهتحقق لك نجاح كويس جدا انت لو ادخلت من اللينك بتاعك ناس تسوق كتير ممكن يعني تخيل لو انت مثلا بتحول عشر في المية الاخ اللي كسب ٢٨٠ ألف دوار ده لو هو مسجل من تحتك تسويق العشرة في المية يبقى انت كسبت ٢٠٨٠ دولار من غير ما تعمل اي حاجة عشان انت جيبت الرباجل ده دخلته من تحت اللينك بتاعك ودخل وسجل ١٠٠ عشرة في المية هو خد ارباح او انت خدت ارباح ٢٠٠٨ دولار لأ ثواني ده ٢٨٠٠ الف اللي انا بقوله ده ٢٨٠ الف العشرة في المية بتاعتهم ٢٨٠ الف دولار انا اسف ٢٨٠ الف دولار مكسب من لا شيء في شهر من الهوى ده غير طبعا انه هو ده مش يعني هو بيحقق مبالك كل شهر فتخيل الشخص دخله وعرفه السكة بياخد كل شهر كام وهو من غير ما يعمل حاجة فاحنا دي الاكاديمية او مش الاكاديمية دي بقى الشغل اللي هنشتغل عليه بطلوب من جنابك هتخش السجل من اللينك اللي تحت الفيديو على تفتح حساب على شركة كينجفين من اللينك اللي هحطولك وبناء علي من الشركة كينجفين اللينك اللي هتخطه حلو هتقول لي تم هتقول لي تم لما تقول لي تم هتخش جروب يعني لما تسجل لينك انا هتديك اليوزر بتاعي على التليجرام هتخش تسجل تخشيلي على اليوزر بتاعي على التليجرام بطلوب الجروب ده الواحده للناس اللي هاشتغلت وسجلت تسويق من تحتي هيبقى بعد كده الجروب ده خاص بهم همه دي بقى الاكاديمية يعني ايه عندك سؤال ازاي الناس بتسوق ازاي تحقق ربح ازاي تدخل الناس ازاي تعمل دعاية الافكار هنتنقش مع بعض في كل حاجة لمثل هذه المواضيع انك انت ازاي تشتغل افليات على شركة كينجفين ثاني هتسجل من اللينك الي تحت الفيديو بعد حضرتها هتسجل من اللينك الي تحت الفيديو هتبصه تلاقي عندك كمان الاسر كلاب الي هو اليوزر بتاعي على التليجرام هتخش تكلفي اليوزر بتاعي وهو التليجرام فيه غير شركة كينج فن. ما فيش اي حد هيتكلم عن اي حاجة او هيعمل اي حاجة غير شركة كينج فن. حيث ان كده توصل للارباح. دي الفكرة الربحية او الاكاديمية هنعمل فيها التدريب وكل حاجة للناس اللي سجلت. فقط هم اليوم الحق ان هم ياخدوا ال data ويتعاملوا مع التسجيلات وهيتعاملوا مع كل حاجة. شركة كينج فن تاني اديني شركة اديني السحب برضه عشان الناس تفهم. في عندك اسكريل في عندك حاجة كتيرة جدا. السحب من ضمن المميزات اللي فيه انه بيتم في خلال ثواني. يعني في خلال ثواني. يعني في خلال ثواني. يعني مجرد ما بتقدم الطلب ممكن فعل من ثلاث دقائق تلاقي السحب بتاعك وصل لك. اقل مبلغ للسحب لازم يكون 10 دلار. يعني انت مجرد ما يصل لك 10 دلار بيوصلك السحب بتاعك مباشرة. تمام كده اعتقد ان يعني موضوع مربح مفوش في اي مربح وليه غير محدود زي ما قلت لك تخيل واحد عمل 280 الف دلار في شهر انت لو مسجل من تحت اللينك بتاعك انت كسبت علي فقط 28 الف دلار. يعني مبلغ ما تحلمش به في اي شركة تانية على مستوى العالم او في اي مجال تاني. تبنى 20 الف دلار ممكن يجيلك في شهر كده. لمجرد الناس اللي هي مسجلة من تحتك ومش مطلوب منك فلوس. يعني مش تعالي تعالي افلان سجل من تحت هاخد منك فلوس لأ. انت كل حاجة ببلاش. كله ببلاش. الفلوس بتخش لك من شغلك. لا انت بتدفع لي انا كمسوق او انا هدخلك من تحت التسويق هتدفع لي فلوس ولا حد هدفع لك فلوس. اللي بيدفع الشركة لما تجيب زباين او الرجل اللي بيدخله يشتغل ويجيب زباين بيقوم اديك نسبة 10% على نسبة الاحالات. فدي حاجة يعني زي ما قمتلكم بلا حدود. ما ارباح بلا حدود. اتمنى تاني. والخيار الصناعية مش هنشتغل الخيار الصناعية برضو اخر. قبل ما اقفل عشان خطر ينسل الكلام عن الخيار الصناعية والخيار الصناعية. هنشتغل على الميتر ريدر وهنشتغل على حاجات التانية اللي موجودة على الملصة. اتمنى اشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة البرك.